اعتداءات جنسية مثلا يجب هذا الشخص يكون مرتب وشكله لطيف يعتدون عليه في حال رفض يتعرض للضرب والإهانة طبعا هاي الأمور داخل السجناء ببيناتهم مو بجهة تنفيذية ولا المسؤولين عن السجون يعني نحن ما احتراماتنا إلهم بس النزلاء فيما بيناتهم أنه يعتدون على هذا الشخص فهي فساد يعني لأنه إذا ماكوا مراقبة عن الموضوع راح يصير موضوع سهل وينتشر هاي هاي أكبر آفة فساد واني دا أقوليش هالسب يعني دا نسمع بيها بكثرة بصراحة سابقا كانت أقل بهواية بس حاليا يعني باليوم مش كده أقوليش يعني حالات نسمع عنها والله هي كثيرة وواية نسمعها شكد باليوم السبعين والله حالتين إلى ثلاثة أسمع متعرضين لحالة الاعتداء